للتعليق إذن على هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد الشيخي كما ينضم إلينا نائب في البرلمان الإثيوبية الفدرالية محمد العروسي أراحب بضيوفي الكرام وأبدأ معك سيد أحمد يعني في البداية دائما نتحدث عن إن قضية سد النهضة يجب أن تحل بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا لكن دائما ما تحدث العديد من التفاصيل والتصريحات التي تؤجج الأزمة ولا تصعد ناحية الحل تماما نتحدث عن قرار جامعة الدول العربية في قمتها الثانية والثلاثين التي تحدثت عن ضرورة احترام الاتفاق بين الدول الثلاث والكلام وجه إلى إثيوبيا في هذه النقاط كان هناك غضب إثيوبي ظهر في بين الخارجية الإثيوبية من أنه لا يجب أن تتدخل الجامعة العربية وإن الموضوع كما قال البعض أنها ليست قضية أمن قوبي مصري حتى تتدخل جامعة الدول العربية بالطبع كان الموقف المصري أيضا لا يرحب بما جاء فيه بيان الخارجية الإثيوبية كيف تقرأ الموقف بشكل عام؟ أولا تحياتي لك أستاذ هدير ولفريق العمل معك وسعيد بالتواصل معكم من جديد أقرأ المشهد أن أثيوبيا في حالة لا أقول تعنث ولكن تعصب حتى وصلت إلى مرحلة من التشنب في مواقبها ويعني تمارس نوع من الإسقاط السياسي والنفسي على مصر والسودان يعني قرأت للزميل المشارك معي في الحلقة تصريح يقول أن مصر تريد احتكار مياه النيل فإذا صح ما قرأته يعني فهذا هو الإسقاط السياسي والنفسي هم يحتكرون مياه النيل من المنبع ويتهمون مصر والسودان بالناية التي تمارس احتكار مياه النيل فهذه الأزمة تعود في المقام الأول ليس إلى ما ورد في بيان قمة الدول العربية وهي فقرة يعني أعتقد أنها فقرة مسؤولة وتعبر عن الواقع بدقة شديدة لكن لأن أسيوبيا تسير في اتجاه منذ البداية اتجاه يعني لا يتجه نحو مراعاة حقوق الآخرين وتعتبر نفسها صاحبة السيادة على مجرى نهر دولي وهذا أمر غريب في كل الأعراف الدولية ليس من المعقول أن تأتي بلد وتحتاجز مياه نهر تشترك فيه مع آخرين وتقول مصالحي وأريد تنمية وأريد وأريد وتضرب عرض الحائط بمصالح الآخرين فلب المشكلة وجوهرها هو الموقف الأسيوبي الذي وصل إلى مرحلة من التعصب الشديد ويقدم صورة لأسيوبيا مخالفة تماما عن الصورة التي تربينا عليها عن أسيوبيا كبلد جميل وشعب نبيل نحن نرى في هذا الأمر عمل حربي ضد سودان ومصر ببناء السد طيب نشرك معنا سيد أحمد السيد العروسي نشرك معنا السيد محمد العروسي في هذا النقاش سيد محمد في الحقيقة أنه قرأت العديد من التصريحات التي تفضلت بها في القنوات الأخرى وهناك نقاط سنقف عليها معا لكن مبدئيا قالت الخارجية الإثيوبيا في بيانها أنه تم الاتفاق على تفاصيل ملء السد بما في ذلك الحجم والمدة بين خبراء الدول الثلاث وعاملت إثيوبيا حتى الآن على تلبية مخاوف مصر والسودان إذا كانت الخارجية الإثيوبية ذكرت هذا في بيانها وأنه تم الاتفاق على الحجم وعلى المدة وأنه لا خلاف بين الدول الثلاث إذن لماذا هذه المفاوضات التي لم تصفر عن أي أو أي نتيجة حتى هذه الأحضر شكراً على الاستضافة والتحية لك ولكافة المشاهدين شكراً ولضيفك الكريم أيضاً أولاً نقول أن هذه الإدعاءات والمزاعم هي شبه موسمية أو أنها موسمية تأتي تباعاً لكل خطوة تقوم بها إثيوبيا في سد النهضة فعندما نحرز تقدماً ما في هذا الملف نجد أن هذه المزاعم تطفو على السطح لتغالط الرأي العام وتضل المشهد وتحاول مخادعة الرأي العام بهذه العبارات والاتهامات للجانب الإثيوبي المفاوضات تستمر لأن الحلول التي يبحث عنها في المفاوضات هي حلول شكلية ويرغبون بالحلول الأساسية والجوهرية في أروقة واشنطن وفي أروقة المجتمع الدولي وهذا مما يناقض اتفاقية إعلان المبادئ كما أنه يخالف للمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الإفريقي لدينا شعار نعمل به قولاً ومضموناً كل الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية فبالتالي المفاوضات إذا ما طرحت فيها المطالب المنطقية فكلنا آذان صاغية وما دعونا أولئك من مصر والسودان على الاستقبار القسري للموقف السوداني تجدين ضيفك الكريم وكافة المسؤولين اليوم يتحدثون عن السودان وكأنه لا دبلوماسية ولا خارجية للسودان سيد العروسي لأن حضرتك دكرت نقاط عدة في هذه الدقيقة أولاً تحدثت عن أن هذه الدعاءات هي الدعاءات الموسمية سيدي الفاضل الخارجية الإثيوبية هي من ادعت بأنه تم الاتفاق على الحجم والمدة وأنها تحاول أن ترد جميع الأطراف وهذا غير حاضر يعني حتى الحديث من قبل مصر والسودان لم يتم الفصل في نقاط عدة فيما يخص موضوع التأثير تأثير بناء السد على دولتين المصب سواء كان في الملء الأول أو الثاني وما تبعه من أضرار فيما بعد تحدثت أيضاً عن أن المطالب المصرية التي تطرح أمام للتحاد الإفريقية أو مع الجانب الإثيوبية هي مطالب شكلية إنما المطالب الهمة تطرح على طويلة سواء كان جماعة الدول العربية أو مجلس الأمن وخلافه أرى من كل هذه التفاصيل وهذا ليس رأي يعني أتمكن من قول رأي في هذه الحلقة إنما أتحدث أن الإدعاءات جاءت من بيان الخارجية الإثيوبية وليس العكس إنما إنكار هذه الإدعاءات إنكار هذه المزاعم وهذه الحقائق هو الإدعاء بحد ذاته فأين هو الذي توافقنا عليه مع لجنة البحث العلمي والمكون من الدول الثلاثة فإذا لم تقرأ الملفات وتكشف أمام الدبلوماسيين الجدد في أروقة القاهرة أو الدبلوماسية المصرية فعليهم أن يراجعوا الملفات ويراجعوا أيضاً أو يتفاوضوا مع فريق التفاوض الذي يبعثوه إلى العالم حتى يصل إلى حل وليس لأجل الاستعداء على الدولة الإثيوبية فلذلك نقول أن من أضاع الوقت وكذلك أضاع الفرصة وأن من بدد هذه الفرص بهذه الاتهامات هو ذلك الجانب الذي يختلق أعذاراً ما لأجل أن يحبط المفاوضات لأجل أن تسنح له الفرصة أن يطير في آفاق المجتمع الدولي ويبحث عن الاستعداء لإثيوبيا واتهامها بأنها دولة تتآمر مع إسرائيل على مصر هذا الأمر لا يليق على الإطلاق سيد العروسي فكرة لجوء مصر لجامعة الدول العربية هذا أمر طبيعي لأنه في النهاية كما قيل في البيانة العربي الأمن القومي المصري أو الأمن المائي المصري هو أمن مائي عربي وهي قضية عربية في النهاية لكن ما المشكلة في لجوء مصر إلى جامعة الدول العربية إذا تعثر الحل بين إثيوبيا وبين مصر وبين السودان حتى في الوصول إلى حل من قبل الاتحاد الإفريقي لجأت مصر إلى مجلس الأمن سابقا ما مدى الحساسية هذه في الموقف الإثيوبي عجبا لكم هل نطلق على المنكر معروفا حتى نبرره على الإطلاق إنما نتراجع عنه أنتم تتحدثون عن كيان لا علاقة له بالأزمة وتتحدثون عن اتفاق بين الدول الثلاثة بين أطراف الأزمة مرغم ما ترونه وتبصرونه في الإعلام وأمام العالم أن اللجوء إلى هذا المجتمع الدولي الذي رفض أصلا تداول القضية ورأى بأن ما ردها إلى الاتحاد الإفريقي يعني رأيتم أن هذا الأمر طبيعي وبديه إلى حد هذه اللحظة فلماذا لا تتساءلون مع المجتمع الدولي الذي يرفض رفضا قاطعا لتداول القضية ويخرج بتصريحات واضحة العلاج في الاتحاد الإفريقي الحل في الاتحاد الإفريقي والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف فلماذا لا تتدخل الدول الكبرى وكذلك التي ترى بأن لها شأن في الأزمة ثم تتدخل دول لا علاقة لها إلا أن تسير على مبدأ أنا وبن عمي على الغريب وهذا المبدأ مرفوض مع الدول حدرتك لكات هذه النقطة موضوع أنا وبن عمي على الغريب داني وشرك سيد أحمد الشيخ في هذا الموضوع يعني ضيف الفاضل سيد العروسي يعني أرفق الموضوع أو أرجع الموضوع إلى نقطة أخرى مسألة أنا وبن عمي على الغريب وما اعتبرت مصر يوما من الأيام أن إثيوبيا دولة غريبة أو دولة تعاديها أو كل هذه الكلمات التي أتحفظ عليها دائما في هذا الموضوع يعني أتحدث سيد أحمد عن موضوع ما المشكلة في لجوء مصر إلى جماعة الدول العربية إذا تعثرت المفاوضات مع إثيوبيا لا تريد إثيوبيا أن تحلحل الموضوع من طرفها لا يمكن الاتفاق في نهاية المطاف على حل يرضي الأطراف الثلاثة ما المشكلة الآن؟ يعني نتناقش فيه ماذا الآن؟ شوفي أولاً وفقاً للتعبير الأخ العروس يعني الذي وصف به ما حدث في قمة الدول العربية أو بمثابة يعني اتفاق أنا أبنعمي على الغريب أولاً أوضح له أن الدول العربية فيما بينهم غرباء جميعاً ولا توجد بينهم أي صلاة حقيقية وأن ما يحدث هذه أمور شكلية ثانياً يقول عن الجانب المصري وربما لا يعرف الكثير عني وأنا أعارض لهذا النظام منذ مسبحة ربعة يقول هذا الجانب المصري يفعل كذا وكذا وكذا وينسى الأستاذ العروسي أن هذا الجانب المصري هو الذي منحهم شرعية هذا السد هذا الجانب المصري هو الذي وقع على اتفاقية 2015 ولولا هذا الجانب المصري وأعمل نظام حكم السيسي ما كان في إمكان أسيوبيا أن تشيد هذا السد وتأخذ شرعية وتمويل فمن الغريب يعني أن هذا النظام الذي قدم لأسيوبيا كل هذه القدمات التي لم يكن يحلموا بها يوماً ما يتهم من قبل الأسيوبيين ويصور بهذه الطريقة وكان الأجدى بهم أن ينصفوا هذا النظام الذي تواطأ معهم في بناء هذا السد هذا النظام كان يستحق منهم أكثر وأكثر وأكثر أقول أكثر حتى من الحصة التاريخية لمصر عندما تحصل أسيوبيا على حق بناء السد وتبنيه ملء أول وثاني وثالث فكان على الأقل أن يقدموا ما هو أكثر لهذا النظام الذي سمح لهم بذلك صحيح اليوم في حالة من اليقظة كما شاهدنا في بيان قمة الدول العربية وفي بيان وزير وزارة الخارجية وهم يعبرون بأدب شديد وجمد عن حقهم في اتفاقية قانونية ملزمة المشكلة أن أسيوبيا في عالم آخر يعني تعيش حالة استقواء بالخارج وكما قال الأخ منذ قليل العالم والمجتمع الدولي يعني ليس معكم وفي هذا الاتجاه أسيوبيا تسير طالما لم تجد قوة مصرية حقيقية تواجهها وهذا بيت القصيد أسيوبيا تستقوي والجانب المصري حتى هذه اللحظة لنا لا نرى بوادر قوة وطنية حقيقية تتحرك على الأرض سوى في بعض الكلمات وبعض البيانات هل سيستمر هذا الأمر إلى ما لا نهاية هل ستتنازل أسيوبيا وتوقع اتفاقية قانونية ملزمة كما يطلب الجانب المصري أنا أعتقد أن أسيوبيا صراحة تعيش حالة يعني تشنب وتصلب وعنف لا يتفق مع الصورة المكونة في أزهنة عبر عقود وعقود عن أسيوبيا وشعبها النبيد نحن نرى حقم عدواني يعتدي على حقوق الآخرين ولم يجد بعد من يرد علي حتى زي الله طيب سيد أحمد يعني أخذ من حديث حضرتك إلى سيد العروسي سيد العروسي سيد عباس شراقي تحدث في موضوع الضرر الذي يحدث لمصر والسودان من مسألة عدم الاتفاق على الحجم أو المدة أو التخزين وهذه الأمور ويقول أنه ما حدث في التخزين الأول كان دليلا واضحا على الإدرار بدول المصاب تم قطع المياه عن السودان ومصر لمدة 21 يوما في شهر يوليو 2020 ما أدى لانخفاض مياه النير الأزرق في السودان وخروج بعض محطات مياه الشربة عن الخدمة وتحدث أيضا عن موضوع التخزين الثاني وما إلى ذلك أسألك بشكل مباشر سيد العروسي إذا كانت مصر والسودان لا يحدث لهم تضرر من مسألة التخزين أو التصرفات الأحادية إذا جاز التعبير ما الذي يدفعهم إلى الحديث والمفاوضات؟ يعني أقصد لماذا يتم التعنط؟ أقصد من هذا السؤال أنه بالتأكيد هناك ضرر على مصر والسودان لماذا لا تسعى إثيوبيا لمحاولة حل حالة هذه الأمور؟ في الأول وفي الآخر يعني قامت إثيوبيا بالفعل بالبناء أليس هذا صحيح؟ إذن لماذا لا يتم التفاوض على مصلحة دولتين المصب؟ تفضل بأي سؤال أبدأ يعني ما شاء الله وأنت طرحت جملة من الأسئلة على كل حال نود أن نختصر لك الأمر باختصار بسيط أولا نقول أن هذه المفاوضات إنما كانت لأجل أن نصل إلى حل في هذه المخاوف المنطقية التي تبرز إلينا أما مسألة الإدعاءات فكما ذكرت لك هذه جملة من الإسقاطات تلك التي ذكرها الخبراء الذين نقلتم عنهم والتي ذكرها ضيفكم الكريم الذي يحاول أن يحمل الجانب المصري يعني هو نوع من تصفية الحسابات مع النظام في الحكومة المصرية وهذا أمر لا علاقة لأهي ليس تصفية حساباتهم فقط يذكر أنه يذكر أعتراضه على توقيع تفاقية المبادئ من بدايتها إنما ليس تصفية حسابات تفضل بل هي تصفية حسابات ومحاولة لشيطنة الحكومة في مصر ونحن ندرك ذلك نحن لسنا عربا ولكننا ندرك ما يدور في العالم العربي جيدا يا عزيزتي ثانيا نحن لا نستمد شرعيتنا أو شرعية ما نقوم به من أي دولة فذلك الطرف الذي منح إثيوبيا يعني منح إثيوبيا تلك الشرعية ألا يستطيع أن يعني يسحبها منه بكل سهولة أمر غير منطقي والدعاءات غير منطقية ولا توافق الصواب على الإطلاق وهي إسطوانة عفى عليها الزمن أنا أستغرب أن هناك الآن من يكرر هذه الإسطوانة المشروخة أن إثيوبيا تتعامل بتعنت وأنها تتعامل بتشنج وأنه لو لا الظروف في مصر في 2011 سيد الفاضي بغد نظر عن هذا الموضوع والتعنت والتشنج وهذه التفاصيل أريد رد على السؤال الذي ترحته إذا كانت إثيوبيا تعلم فعلا أن هناك ضرر على دولتي المصب وأن إذا كانت مصر أو السودان لن يتضرر من السد لما تحدث من البداية لماذا لا تحاول أن تحلحل هذه الأزمة ويتم إغلاق هذا الملف بالكامل إذا لم يكن هناك إذا كان هناك ضرر طالما أنكم تستندون على هذا الضرر أن المبدأ في سد النهضة هو الضرر لمصر والسودان إذا لماذا وقعتم على اتفاقية إعلان المبادئ وأين هو الضرر؟ لا تقولوا لي أنه حصل في 2010 وعشرين أنه انقطاع للتيار الكهربائي والمياه أصلا هناك فائد في الخمس سنوات الماضية في المين بنسبة فوقي عن الخمسة وخمسين في المائة مما يعني حتى أن بحيرة ناصر انتلأت قبل ميعادها ومع ذلك يعني خفت الفيضانات على السودان ولم يتضرر السودان ذلك الضرر الجسيم الذي ربما تضرر أضعافا مضاعفة مما لو لم يكن سد النهضة يعني حضرتك تنكر وجود تضرر أصلا من البداية؟ يعني حضرتك ترى أنه لا يوجد تضرر؟ أكيد أن في ذلك لا يوجد ضرر مثبت إنما هي مزاعم تردد كل مرة يعني على ماذا استنت سيد العروسي في إنكار التضرر الذي حدث لمصر والسودان في مراحل التغزين من دون اتفاق على دقات التي تحدثت فيها مصر والسودان سابقا؟ عفوا؟ على ماذا استنت في إنكار هذا التضرر؟ على ماذا أنتم البينة عليكم الذين تدعون الضرر؟ من يدعي الضرر سيد العروسي؟ يعني كل خبراء السدود وكل الخبراء المتصين في هذا الموضوع تحدثوا عن هذا الدرر؟ أي خبراء السدود يتحدث عن ضرر أصاب السودان أو مصر عن سد النهضة؟ إنما الخبراء اسألي أمثال الدكتور عثمان التنون يعني سيكون معنا في الجزء الآخر من الحلقة خبير دولي سوف يتحدث بالتفصيل عن هذه النقطة ولكن ذكرت لحضرتك كلام عباس شراقي حين تحدث عن الضرر الذي لحق بمصر والسودان في التخزين الأول والثاني أعود إليك سيد العروسي ولكن أشرك سيد أحمد يعني سيد أحمد نحن في لب الموضوع في هذه الحلقة ما بين جانب يتحدث عن ضرر يلحق به من مسألة التخزين الأول والثاني والثالث والرابع فيما بعد والجانب الإثيوبي الذي يرى أنه لا ضرر أصلا وما تتحدث به مصر هي مزاعم مصر لا تتضرر ولن تتضرر ما الفيصل إذن؟ شوفي أولا الموقف الأثيوبي كما هو معلن وكما عبر عنه الأخ العروسي في حد ذاته كارثة في نظره هؤلاء الناس يحتكرون مجرى دولي مياه مجرى دولي يحتكرون هذا المجرى ويقول لك لم نسبب ضرر هل هناك ضرر أكبر من ذلك أن يكون مجرى مائي دولي يشترك في عدة دول يمر عبر ألاف السنين جغرافيا دائمة ثم تأتي دولة وتحتكر مياه هذا المجرى الدولي ويقول لك نحن لم نفعل أي ضرر هل هناك ضرر أكبر من هذا؟ إذا لم يكن يرى هذا فهذا يعني لا أريد أن أستخدم كلمات قاسية لكن يوضح لك العقلية الأسيوبية المتعنتة المتشددة وأريد أن أقول للأقل عروسي أنا لا أصفي حساب مع النظام في مصر أنا أدافع عن أهلي وشعبي وعندما تعرض الوطن تعرض الأمة لخطر مثل خطر احتجاز مياه النيل فكل مصري هو يعني يصفي حسابه مع النظام الأسيوبي وليس مع النظام المصر وعليه أن يدرك أن الأيام القادمة ستشهد تطورات توضح هذا الاتجاه الذي أسير فيه لأن أسيوبيا في مرحلة تنكر الوقاء وتتوهم أنها يعني في ناصية القانون الدولي وهي تخترق القانون الدولي وتدمره ولا تريد حتى للناس أن تشتكي أو أن تذهب إلى مؤسسات دولية ويريد أن يحدد هو المؤسسات التي مسموح أن ألجأ إليها وما الذي يخيفه في الالتجاه لمؤسسات دولية إذا كان هو على حق مثلا يعني ثم حجز مياه نهر دولي مثل نهر النيل واحتكار مياهه من قبل إسيوبيا هل يرى هذه مسألة بسيطة لا تهدد أمن المنطقة ولا أمن العالم هو مشكلتهم في أسيوبيا أن النظام في مصر لم يتحرك بعد والقوة الوطنية لم تتحرك بعد وفي اللحظة التي سيكون فيها تحرك ستدرك أسيوبيا إلى أي مدى ارتكبت جريمة كبرى في حق الشعب الأسيوبي أولا وفي حق الشعب السوداني والشعب المصر والأيام القادمة ستوضح للمغيابين في أسيوبيا يعني ما فعلوه في السنوات الماضية هذا أمر كان ملغيا عبر أرقود وأرقود وكانت تقدم لأسيوبيا من وقت لآخر بعض الهدايا لإسكتها مثل منطقة شنطول ثم يأتي الأخي اليوم ويقول لك مثل هذا الكلام هذا حقيقة أمر بالنسبة لي يعني ليس كلام في السياسة ولا في التاريخ ولا في الخراب هذا كلام خارج المنطق خارج العقل نعم بشكرك شكرا جزيلا الكتب الصحفي والمحل الأساسي أحمد الشيخ عن كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر